أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين في هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان المبارك ونحن على أهبة الاستعداد للدخول في شهر رمضان المبارك شهر الله شهر التوبة شهر المغفرة شهر الرحمة شهر الرضوان وطبعا بظروف هذه السنة مختلفة عن كل سنوات الماضية اللي عشناها من أجواء شهر رمضان المبارك وكان إلنا بالعادي دائما أنه يكون هذا الشهر شهر الدعاء وشهر إعمار المساجد وشهر الأنشطة الرمضانية والدروس وإلى آخره ولكن سبحان الله هذه السنة ظاهر أنه ما إلنا نصيب بسبب الظروف الصحية اللي عم تشتيح العالم واللي مفروض نحن كلياتنا نلتزم فيها حفاظا على على سلامة الناس ولكن طبعا هذه الظروف ما بتعني أنه مسؤوليتنا بإحياء أيام وليالي شهر رمضان وفهم معنى الصيام والقيام وقراءة القرآن وإلى آخره من أعمال مهمة ما بتلغي مسؤوليتنا بأنه نكون نحن مهتمين ونكون نحن مواضبين عليها لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآخر جمعة من شهر شعبان المعظم النبي الأكرم خطب في المسلمين خطبة وهي الخطبة اشتهرت بأنها خطبة استقبال شهر رمضان المبارك رح حاول تناول بعض مضامين هاي الخطبة المبارك اللي هي نحن منعتبرها مدخل مدخل إلى شهر رمضان المبارك إلى هذا الشهر لأنه للأسف كثير مننا يمكن بيلتزموا بواجب الصوم يعني بيصوموا بيمتنعوا عن المفطرات بشهر رمضان بيقدوا التكليف ولكن من دون معرفة حقيقية ومعرفة عميئة لمعنى الصوم شو الصوم ليش الصوم شو هي أبعاد الصوم شو الهدف من الصوم أكيد إذا رجعنا للقرآن الكريم القرآن الكريم بيّن لنا وبشكل موجز ومختصر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني القرآن الكريم بيّن لنا الغاية الهدف من الصوم ليش نحن منصوم ليش مفروض نحن نصوم لأنه الصوم هو وسيلة وهو جسر نحو التقوى الصوم مثل الصلاة مثل أي واجب آخر مثل أي عبادي أخرى بيربينا بيزكينا بيهذبنا بنبهنا بيقربنا من ربنا أكتر بيعرفنا واجباتنا ومسؤولياتنا بيخلينا نطلع أبعد بكتير من هذا العالم عالم الدنيا خلينا نطلع بعالم الآخرة وأنه نحن يوما ما رح نترك هذا العالم بكل ما فيه وبكل ما عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن الصيام الهدف من الصيام هو التقوى هو القرب إلى الله عز وجل هو المحبة في الله هو الخشية من الله عز وجل لذلك نرجع لخطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقول النبي خاطبا للناس خاطبا المسلمين أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله ونلاحظ التسمي هون أنه هيدا الشهر هيدا شهر الله سبحانه وتعالى مش شهر عادي مثل بقية الشهور وكل الأيام لله كل الشهور لله بس هيدا شهر له خصوصية هيدا شهر عبادي يعني هيدا شهر بدك تتفرغ فيه لعبادتك لربك لدينك لآخرتك ما يكون شهر رمضان مثل بقية الأيام والشهور ننكب فيها على الدنيا وعلى البيع وعلى الشراء وعلى المصالح وعلى الغرائز خلي يكون ولو شهر واحد بحياتك شهر واحد بالسنة مميز لذلك إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة حامل معه البركة وكله بركة والرحمة أكيد رحمة الله عظيمة جدا بهذا الشهر الله يرحم فيه كل الناس أبواب الرحمة تفتح في هذا الشهر والمغفرة لو نحن نعرف أنه شهر رمضان هو شهر التوبة والغفران رب العالمين يدعو الناس إليه ومين بيدعي لإله رب العالمين مش بس المتقين يمكن المتقين مزبطين أمورهم يعني ما عندهم حرام ما عندهم معاصي ما عندهم ذنوب أحوج من يدخل إلى شهر رمضان ومن يستفيد من شهر رمضان هن المذنبين أو المذنبون هن هول أصحاب المعاصي المقصرين هول هن بحاجة أكتر من أي أحد آخر لشهر رمضان لذلك الرحمة والبركة والمغفرة موجودة بهذا الشهر شهر هو عند الله أفضل الشهور هو أفضل الشهور أيامه أفضل الأيام لياليه أفضل الليالي ساعاته أفضل الساعات لأنه كلها ساعات ذكر كلها ساعات عبادي كلها ساعات تفرغ إلى الله منها مثل غيرها مثل ما قلت من الساعات ساعات منقضيها بما لا ينفع بالسهو بالباطل بالحرام باللغو يا ما نحن مقضيين من عمرنا ساعات وأيام وليالي بدون فائدة هذا إذا مش بالحرام يعني أوم بالحرام أو بالباطل أو بما يغضب الله وإذا مش هيك مضيعينها بلا فائدة مضيعينها بلا إيمي أبدا قديش بروح من عمري ومن عمرك يومية يومية من أوقات ومن ساعات ومن لحظات بتجي بتطلق عمي هي راحت من عمري أنا هي راحت من عمري أنا طب شو استفدت شو حصلت شو غنمت شو أخذت نحن بنعرف اليوم أنا عم بيحكي والوقت عم يمضي كل ياتنا اليوم في سباق مع الزمن كل يوم بروح راح من عمرنا مثل الرزنامة اللي بنقطف منا كل يوم ورقة وهيد الورقة يعني يوم لا حتى تخلص السنة وبالتالي بتروح سنة من عمرنا فإذا شهر رمضان أيها الأحبة هو أفضل الشهور أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل لياليه لأن كلها لله وساعاته أفضل الساعات شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله هذا الشهر نحن ضيوف على الرحمن فيه رب العالمين يستضيفك إلى على موائد رحمته رب العالمين يدعوك إليه رب العالمين بيقولك تعالى عندي ترك الناس ترك الدنيا ترك الأهل ترك الأولاد ترك المصالح ترك المصاري ترك كل شيء تعالى عندي تعالى كون ضيف علي وحتى لو ما كنت بتستاهل الضيافة أنا رح ادعيك وأنا رح اكرمك هو شهر قد دعيتم فيه إلى أو دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله يعني أنت ضيوف مكرمين نحن ضيوف مكرمين على الله الإنسان لما بيضعي ضيف لعنده بيكرمه ورب العالمين عم يكرمنا بهذا الشهر وعم يقبلنا بهذا الشهر والدليل على ذلك لاحظوا أنفاسكم فيه تسبيح نفس الصائم كأنه عم يقول سبحان الله كل نفس أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ونومكم فيه عبادة الصائم حتى هو نايم كأنه عم يعبد بتسجله حسنات ليش بتعرف ليه لأنه نايم على الطاعة نايم مطيع مش نايم عاصي مش شرب خمر ونام مش اغداب الناس ونام مش عم الحرام ونام لا صام ونام ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعائكم فيه مستجاب شو ما عملتم من أعمال صالحة الله سبحانه وتعالى بيقبلها منكم ودعائكم فيه مستجاب دعو ربكم ارفعوا إيديكم بالدعاء ما حدا فينا مستغني عن ربنا ما حدا يفكر أنه بمصرياته أو بأمواله أو بسلطه أو بسلاحه أو بأي شيء آخر خلص بيصير قوي وبيستغني عن ربنا أبدا أبدا ما حدا يفكر أنه أنه خلص هو ملك أسباب العظمي والقوة شوفوا يا عم اليوم اليوم هالفيروس الصغير هيدا اللي غزى العالم واللي عم يحصد صار حاصد آلاف الناس آلاف الأرواح وبعد ما فينا نشوفه هيدا بالعين المجرد دي بيروس صغير جرثوم صغيرة فاتت بتفوت على الجسم بتأتل صاحبه فما حدا يقول أنه أنا مستغني فيه وأنا أوي وأنا مش بحاجي لا كلياتنا نحن بحاجي لحتى ندعي الله سبحانه وتعالى ونقبل على الله عز وجل وندعوه بقلوب صادقة فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أي يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقية من حرم غفران الله في هذا الشهر ادعوا الله يوفقكم يعطيكم القوي والجد والنشاط والاجتهاد والصحة والعافية وراحة البال لا تتفرغوا للعبادة ولا الصلاة ولا الدعاء ولا قراءة القرآن ليش؟ لأن الشقي شقل هيدا الخسران هيدا قليل الحظ مثل ما نحن بنقول الذي يحرم غفران الله في هذا الشهر يعني اللي بيجي شهر رمضان وبيروح شهر رمضان وهيدا بيظله مقيم على المعاصي وعلى الذنوب وما بيتوفق للتوبة وما بيتوفق لأنه يحصل رضا الله سبحانه وتعالى فهذا إنسان شقي هذا إنسان خسر اخسارة كتير كبيرة ليش؟ لأنه مين بيدرى؟ نحن هلأ عم ندعي ربنا سبحانه وتعالى أنه عيشنا لأيجي شهر رمضان ونقدر نسوم شهر رمضان وبصحة وبعافية وبقوة وبجد وبنشاط وبإجتهاد وأنه نحاول قد ما فينا نمحي الذنوب لعلينا ونستغفر ونستسمح من ربنا ومن الناس طيب لأنه مين بيدرى فينا؟ إذا عاش شهر رمضان وإذا مرق عليه هيدا الشهر رمضان مين بيعرف سنت الجاي رح يمرق عليه شهر رمضان؟ رح يعيش لشهر رمضان الجاي إذن نحنا قدام فرصة نحنا اليوم قدام فرصة يا أخواننا ويا أخواتنا أنه نغتنم هيدا الفرصة نغتنم هيدا الشهر شهر الرحمي والبركة والمغفرة ونتوجه لالله سبحانه وتعالى مثل ما قال النبي بنيات صادقة وقلوب طاهرة ندعي أنه يوفقنا لنصوم بالنهار ولنقوم بالليل نصلي صلاة الليل وندعي ونستغفر ونتوب ونعتذر من ربنا سبحانه وتعالى لأنه ربنا سبحانه وتعالى إذا قبلنا ووفقنا يصلح كل أمورنا ما بيعود في عندك لا هم ولا غم ولا خوف ولا كرب ولا شيء أبدا من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس من شو بدك تخاف إذا كنت مع الله من الناس شو ناس اللي بيكون مع الله بيخاف من الناس بيعمل حسابات للناس بيسأل عن الناس اللي بيكون مع الله سبحانه وتعالى بيعود يفكر شو بيقول الناس وشو بيحكو الناس وهل الناس رح يطعموني أو ما رح يطعموني رح يرزقوني أو ما يرزقوني الله ولي النعمة الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا الله هو اللي يبعزنا مش الناس اللي يبعزنا مش الناس اللي يبعطينا مش الناس اللي يبيحمينا مش الناس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكمل بقول واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه اذكروا إذا كنتوا جوعانين بأيام شهر رمضان حسيته بجوع بعطش بتعب انه يوم لقيمة يوم طويل وفي جوع وعطش من نوع تاني من هو الجوعان والعطشان يوم لقيمة اللي بيروح لعند ربنا صفر ما معه شي لا عنده اعمال صالحة ولا عنده اعمال خير وكل سلته مليان بالذنوب والمعاصي والمحرمات هيدا الجوعان الحقيقي وهيدا العطشان الحقيقي فاذكروا بجوعكم معليش لو جعتولكم كم ساعة وعطشتولكم كم ساعة ذكروا انه جوع يوم لقيامي وعطش يوم لقيامي طويل وكبير وعظيم وما في تحمله احنا من صمننا كم ساعة اعملوا ايش تعبانين وهلكانين لكن بعدين لما بيجي المغرب نأكل الحمد لله ومنرتاح ولا كأنه تعبانين ولا كأنه كنا صايمين طيب وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم لتفتش فيلا الفقراء للمساكين للمحتاجين وما اكثرهم في هذا الزمان يعني اليوم بحولينا اديش في ناس فقراء اديش في ناس مرضى اديش في ناس جوعة اديش في ناس معتزين محتاجين خاصة بهذه الظروف الصعبة اليوم اللي عم يعيش العالم ظروف اقتصادية صعبة جوع ألم وجع تعب فاقة بحاجة هول الناس اذا كنا نحنا قادرين انه نساعدهم انه نحنا نساعدهم بحاجة هول الناس انه نحنا نمدلهم يد العون وكل حسب استطاعته طبعا الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها الدات تقدر تساعد تساعد الدات تقدر تعطي اعطي ما عم يطلب منك اكتر من طاقتك ولكن اللي بتقدر عليه اعطيه اعمله وهذا بالنهاية بميزان حسناتك هذا باخرتك لا اخرتك اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا ارحمكم واصلوا ارحمكم يعني كمان هذا شهر لازم نلتفت شوي فيه لاخلقنا الاجتماعي نلتفت فيه نلتفت فيه لحوالينا لأولادنا للصغار نربيهم نتعهدهم بالتربية بالموعدة نقعد معهم نحدسهم نحكيهم نهديهم نعلمهم ندينهم ووقروا صغاركم وقروا كباركم مرحموا صغاركم وقروا كباركم يعني والديكم الناس الكبار نعززهم شوي نحترمهم ندريهم نعطيهم من الاهتمام خصوصا الوالدين بشهر رمضان طبعا وغير شهر رمضان بس بشهر رمضان مطلوبة انه الجرعة نزيدة شوي وقروا كباركم احترموا كباركم اعطوهم الوقار اعطوهم الهيبي اعطوهم المكاني اعطوهم الاهتمام اعطوهم الاحترام وارحموا صغاركم لا تقسوا عليهم وتعاهدوهم بالتربية والتعليم والعطف واصلوا ارحمكم تواصلوا مع بعضكم ما تقطعوا الرحم خليكن في تبادل علاقات اجتماعية بين بعضكم للبعض ما تقطعوا ارحمكم خليكن على تواصل ما تتحولوا ما تحولوا علاقاتكم بس لعليقة مصلحة بدي منك مصلحة بحكيك بتواصل معك ما فيه لي معك مصلحة خلاص مش ضروري انه نحنا نتواصل الا لما بتجمعنا المصالح فيه ناس للأسف الشديد مش فيه ناس اكثر الناس اليوم هيك تجمعهم المصالح وتفرقهم المصالح يعني فيه لي معك مصلحة خي وحبيبي وصديقي وعزيزي وكل يوم بحكيك وبتحكي لي لما نبتنتهي هيدا المصلحة بينتهي الموضوع هيدا الاسف صارت بين الارايب والارحام بين الارايب والارحام الخال وابن خطول عم وابن خي بضمن الدقرة يعني لو حتى بين الابن وابي الام وابنها وابنتها واصلوا ارحامكم واحفظوا السنتكم كمان هون فيه تأكيد هيدا اللسان صحيح البطن صايم عن الطعام بس بدك تشوف اللسان كمان صايم عن الحرام يعني مش نصوم متنعمة الرجيم يعني ونقعد نتسلى باعراض الناس احفظوا السنتكم انا اكتر من مرة قلت وبرجع بقول انه اكتر وكما جاء في الحديث يعني مش من عندي انه اكتر اهل النار من السنتهم يعني اكتر شي اكتر شي بدخل بدفوت على جهنم هو هذا اللسان خيشوا بدك بالناس احفظ لسانك لا تغتاب حدا لا تحكي على حدا لا تجيب سيرة حدا روح شف حالك الشف شف عيوبك شف بيتك الخربان شف بيتك شف ولاดك الخربانين شف زوجك الخربان شف زوجتك لا منطق لا 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 ورع نعد من حاسب الناس نعد منحكي على الناس نغتاب الناس ومنعير الناس ومنعيب الناس احفظوا ألسنتكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول احفظوا في هذا الشهر ألسنتكم وغدوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم لا تطلعوا بشيه لا تتجسسوا على بيوت الناس وعلى خصوصيات الناس ولا تطلعوا على أعراض الناس على نساء الناس على محرم الله شو يعني صايم عن الأكل وماشاء الله لسانك فلتان على أعراض الناس وعينك فلتان على بيوت الناس عم تتجسس وتبصبس على الناس ودين تكعيرها لاغتياب الناس وغدوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم طيب أنت ما عم تحكي بس عم تسمع ونحن دايما نقول الغيبة وإن شاء الله رح يحكي عننا بموضوع مفصل مسألة الغيبة الغيبة مش بس حرام إنك تغتاب الناس وتحكي عن الناس وأكيد الناس مش هيكونوا مسامحينك ولرح يرضوا عليك ولرح يخاصموك بكرة يوم لإيامي لما بتتقابل انت وياهم رح يتشكوا عليك أمام الله وساعة الله رح يكبك بجهنم تبه إنك تحكي غيبة حرام وإنك تسمع غيبة حرام استماع الغيبة مثلها مثل هي ذاتك كأنك أنت عم تختاب لذلك ما تعير دينتك لإنسان لإنسان عم يحكي باطل أو حرام طيب وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم يعني اليوم هالأيتام كمان اللي فقدوا بياتهم أو أمهاتهم أو بياتهم وأمهاتهم هول كمان منيح بشهر رمضان ندير بالنا عليهم منيح بشهر رمضان نلتفت لهم منيح بشهر رمضان نتحنن عليهم لأنه إذن متنا رب العالمين رح يتعاهدنا برحمته ورح يبعث لأولادنا مين يحن عليهم مثل ما نحنا كنا نحن على أيتام الناس وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وإن شاء الله موضوع التوبة وحديث التوبة رح يكون إلو كلام خاص ووقت خاص لأنه شهر رمضان وشهر التوبة وإن شاء الله رح نحكي عن التوبة بالتفصيل وارفعوا إليه أياديكم بالدعاء وكمان الدعاء رح نحكي فيه إن شاء الله في أوقات صلواتكم أو صلاتكم لأن الدعاء مهم جدا بشهر رمضان كمان رح نخصص له وقت خاص فيه فإنها أفضل الساعات أوقات الصلاة ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا ندوه إذا دعوه الله بيستعنون وبيستجبنون وبيضيلن حاجاتهم ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففقوها باستغفاركم طبيعي نحن اليوم مرهونين لرب العالمين بما أسلفنا وما قدمنا وما عملنا من ذنوب فإذا بدنا نفك رهن أنفسنا مثل واحد رهن بيت أو رهن أرض بدوش يفك رهنة بدو يدفع مال نحن أنفسنا مرهوني بالذنوب كيف منفكها ففقوها باستغفاركم اللي بدو يفك الرهن اللي بدو يحرر نفسه من النار اللي بدو ينجي نفسه من النار فليستغفر ربه وظهوركم ثقيلة من أوزاركم ظهورنا ظهرنا عليه كتير ذنوب كيف منخفف هيدا التقل كيف منخفف هيدا الحمل فخففوا عنها بطول سجودكم ازجدوا لأله بشهر رمضان لحتى هذه الذنوب هيدا كلها الذنوب تنزح عن ظهرنا وظهركم وعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والسجدين الله ما يعذب الإنسان اللي بيصلي وبيسجد والمديم اللي بيذاوم على الصلاة والسجود وأن لا يروعهم بالنار ما بعذبهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر بشهر رمضان كان له بذلك عند الله عند الله عطق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوب يأتيش مهم أنك أنت تجيب إنسان مؤمن وتفطر عندك أولو بشق تمرة لأن أحدهم بيسأل النبي وليس كلنا يقدر على ذلك يعني مش قادرين اقتصاديا وماديا نجيب الناس ونفطرهم عنها ولو واحد فقال له النبي اتقوا النار ولو بشقي تمرة يعني لو عطيته حب التمر قربة إلى الله هذه بتكون لإلك جايزة إن شاء الله يوم القيامة أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط طبيعي طبيعي جدا مهم بشهر رمضان نشتغل على تحسين أخلاقنا ما يكون شهر رمضان فرصة للتذمر ولا هيك بسموها الواحد يدي خلقه وبطل عنده تحمل وينرفز على أهل بيته على زوجته على أولاده على جيرانه على زبينه على الناس بحجة إنه صايم وهذا كتير منعرفها في ناس بيأرفوك الصوم بيأرفوك العبادة لأنه لما بيصوموا لما بيعبدوا بيصيروا كتير سيئي الخلق يعني يعني بتصير دول عمي روح يخيي كل على حسابي وأفطر على حسابي بس ما تعصب علينا وما تديق لنا خلقنا وتربحنا جميلة إنك أنت صايم حسن خلقك في بيتك في عملك بالشارع بين الناس النبي عم يقول من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يعني يوم لأيامي بيقدر يجتاز على الصراط المستقيم ومن خفف في هذا الشهر عم ملكة يمينه اللي بيرحم عميله بيرحم الناس اللي هو مسؤول عنه بيخفف عنهم كمان هيدا الله بيخفف عنه حسابه ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه كيف شرك كيف شر لسانك كيف شر إيدك كيف شرك عن الناس رب العالمين بكف عنك غضبه يوم لأيامي يوم يلقاه ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار صلاة صلاة مستحبة يعني الله بيعطيك براءة من النار ومن أدى فيه فرضا الصلاة الوجبة كان له ثواب الله بيعطيه ثواب من أدى سبعين فريضة يعني الفرض بسبعين يعني صليت الظهر يحسب لك أجر سبعين ظهر ثواب سبعين فرض سبحان الله شايفين أنه هذا الشهر كريم شايفين ما أكرم هذا الشهر شايفين ما أكرم أيام وليالي وهذا الشهر أديش فيه بركات على كل حال ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين اللهم صلي على محمد وآل محمد الاكثار من الصلاة على محمد وآل محمد من أهم الأعمال في هذا الشهر ومن تلى فيه آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن في غير من الشهور وإن شاء الله سنحكي بشكل مفصل عن القرآن الكريم عن أدب تلاوة القرآن الكريم عن حقيقة تعامل مع القرآن الكريم إن شاء الله كمان هولي بيجوا خلال الشهر الفضيل أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم بواب الجن مفتوحة ادعوا ربكم أنه ما يغلقها بوجكم وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم وأكيد أنتوا اللي بتفتحوا أبواب الجن بدعائكم وأنتوا بتسكروها بذنوبكم وبتفتحوا أبواب النار عليكم والشياطين مغلولة مربطة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم هذا مش شهر معاصي هذا شهر طاعة هذا شهر الملايكي مش شهر الشياطين انتبهوا أيها الناس لذلك قال الأمير أمير المؤمنين سلام الله علي بأثناء النبي عم يحكي فقمت قمت وسألت للنبي قلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارب الله الإمام علي سلام الله عليه بيسأل للنبي هو عم يحكي بله يا رسول الله خبرنا شو أفضل عمل ممكن يعمل الإنسان بشهر رمضان فرد الإمام أمير المؤمنين سلام الله فرد النبي صلى الله عليه وآله على الإمام أمير المؤمنين وقال له يا أبا الحسن أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع الورع يعني تبطل تكف إيدك تكف حالك عن المحارب إنك تبطل تعمل ذنوب إنه هيدا الذنب المعود عليه تتركه هيدا الواجب اللي تركه تعمله مثلا ترك صلاة تداوم على الصلاة ترك الصيام تداوم على الصيام ترك الإحجاب تتحجبي ترك أي أمر الله فرضه عليك تعمله وكمان لا سمح الله بتشرب خامر قبل شهر رمضان بتترك بشهر رمضان إلى يوم خلص إلى آخر يوم بحياتك كل عمل حرام بتكف نفسك عنه هيدا أفضل شيء ممكن تعمله بشهر رمضان هذا أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع الورع يعني الكف عن ما حرم الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه في ليليه وأيامه نسأل الله أن يجعلنا من الصائمين المقبلي لأعمال إن شاء الله وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه إنه سميع قريب المجيب الدعاء وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا